يعني أخطر أنواع الانحرفات انحرف المفاهيم فتكون الأمة يطلع حد يقود الأمة لنوصرة مفهوم ووصل ليسه مفهوم شرعي ده ممكن يحصل إزاي بيحصل مثلا لما يحصل تغيرات إن يكون في فروق ضخمة بين الكفار وبين المسلمين المسلمين في الوضع ده بيشعروا بحرج المسلمين بيكونوا في اللحظة دي تحت ضغر زي فكرة الهزيمة يعني ليه القرآن يؤت في لحظات الهزيمة ويقول لهم وقاتبوا لأعلى ونهين كنتم مؤمنين ما ينفعش تعمل مراجعات في وصول دينك في أوقات الهزيمة أكتر حاجة بيحاول يعملها الشيطان في أوقات الهزيمة إنه هو يراجع تصوراتك الأساسية مش عرفك أن انتها الحق مش جايز الإسلام غلط مش جايز ويبدأ يأتيك دايما في الابتلاءات يجي الشيطان يحاول يخلخل هذه الثوابت فأخطر شيء يحدث إنه لما يحصل فجوة ضخمة تاريخ سواء هزائم ضخمة جدا بيمر بيها المسلمون أو فروقات حضرية ضخمة بين الكفار وبين المسلمين فيبدأ المسلمين هنا يكونوا تحت ضغط في أسئلة هنا ضغطة عليهم إحنا ليه متأخرين ويبدأ أشهر الأسئلة اللي آخر قرنين من الزمان لماذا تأخر المسلمون سؤال ضغط بدأت الناس تبدأ تجيب له إجابة ومش بس إجابة ذهنية يعني مثلا يقولوا أقدار وابتلاءات لا ده إجابة هي تولد عليها أعمال يعني هي تولد عليها أعمال يعني هيبدأ طرح الخطاب الدعوة يتغير يعني بدأ بدل ما أنا ما أقول لك مثلا معلش صلوا عنه موضوع كبر من أن الوقت أنت مثلا شخص بتحب الدين وملتزم وعايز تسمع عن دين الله فهمت أنت تعرض لخطاب دعوة أنت عايز تعرف إيه يعني أنت فاهم إن الدين فيه جزئيات بس تكرار الجزئيات دي بيبدأ يفهمك إيه مراد الشريعة يعني إيه مثلا شخص ناجح يعني إيه شخص يحبه الله إيه طبيعة الحياة اللي ده محتاجة تعيش إيه الأولويات في حياتك إيه مين هم أعدائك إيه ترتيب أعدائك عمال إزاي منهم أصدقاء يعني إيه الترتيب ده في حياتك إيه أولوياتك إيه اللي تضحي عشانه بكل سهول مين الرموز بتاعتك مين قدواتك دي كلها أسئلة بتشكل بعد جدا مفهوم ممكن نسميه الهوية أو أيا كان المفهوم ده مش لازم يكون مفهوم مواضحة إحنا مسكينه لا ده مجموعة من الأسئلة إنت بتحرك عليها في حياتك إنت بتقدم تطحياتك وإنت بكل بساطة يعني يعني الوقت إحنا بنعيش نتايق سنوية عامة فهنا بيبدأ الناس الحزن والفرح والقدوات والرموز والاتجاهات والتطحيات ده مرحلة مفصلية في حيات الإنسان طب المسلم بقى ما عندوش مراحل مفصلية كده في حياتهم يعني مثلا هالوضع غزة ده وضع مفصلية تجين نغير على أساس أولويات حياتنا وإن المسلمين كمسلمين عموما محتاجين على أساس واغدوا قرارات مفصلية في حياتهم على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد ولا لأ كل دولة مع نفسها وربنا هيصل لهم وأنحاول ندعي لهم وخلاص ده بدأ استقراء الشريعة بيبدأ يفهمك إيه انتمائك انت مبتمي إلى إيه أصلا تخيل بقى لو أنت بتتلقى خطاب دعوي كل الخطاب الدعوي زي ما حصل في مرحلة من المراحل هو بيكلمكش غير على مسألة أنت تكون نجح دنيويا فقط زي ما ظهر مصطلح الطبيب المسلم مثلا وفكرة الحضارة والعمران واصبح ده خطاب جارف بيضغى حتى على مفهوم الدار الأفر ليه؟ هو ده نشأ تحت ضغط معين احنا حسين احنا منهزمين طب ده لا بد ان احنا نقدم حل الخروج من الأزمة دي فهنا يظهر حل معين ويظهر خطاب معين الخطاب ده يمتشر فتبدأ عقليات الناس بتصنع في الاتجاه كنت لسه بقرأ مقالة نارضي يعني أختي بتتكلم هي بتخطب أخواتي يعني قرأت في قناة تليجرام بحضرة الدرس ده بتقول هي بتنتقد ان ليه الإسلاميين المصطلح ده يعني شايق شوي ليه فترة من الفترات كانوا دايما بيدفعوا الناس لكليات اللي بتسمى عند الناس بكم وهي بتعيد التساول تقول مش احنا كان الأولى ان احنا الناس دي تجهت لكليات الشرعية فيوجهوا الناس في دينهم بدل ما الناس بتنتجه لكليات الدنيوية العلوم التجربية فيكون مطحون في الدنيا ومش لايه وقت وكان رايح أصلا عشان يخدم المسلمين بقى بروح يخدم الكفار وبقى منشغل ومعندوش وقت ويقولك طيب أنا هخدم أصلا روحت عشان أنصر الدين بالدنيا بعد كده يكتشف أنه بنصر الدنيا بالدين وبقاعد بيبتعج فهي بتقول هل احنا ما كناش محتاجين مراجعة ده والكاتبة بتؤيد بيتقول قاعدة كتنظر خاطئة طب هل احنا روحنا ده بسبب الخطاب الدعوي ولا بسبب ده طبيعة مجتمع احنا عشان فيه ودي نقطة ان شاء الله حاول أتكلم فيها هل الإسلام كتلة صلبة معينة لازم يقوم بصورة ما وماينفعش يعيش مصطبقية المجتمعات يعني هل الإسلام ينفع يكون موجود في أرض الحبشة في الصدعاف وبوجود الوقت في أمريكا وفي أوروب وفي نفس الوقت يكون موجود في غزة ونحاول نوصله اليابان ولو تشكلات مختلفة بحسب وجوده ولا الإسلام صورة واحدة بس احنا لازم نسألها ولو مش موجود بقى ده مش إسلام واضح السؤال ده ممكن اتصرق له الوقت نرجع تاني ان بتيجي فترات بيجي خطابات معين هاي الخطابات دي صحيحة خطورة الخطابات دي ان بينشأ أجيال كتير هي لها هدف معين وتقعد تجري في اتجاه الهدف ده ويمر تلاتين اربعين سنة وممكن الناس ترجع تقول ايه ده ده احنا وجهنا الشباب مش ده أفضل توجيه ويطلع ازا كان مصار يتجع ناحية العمران يطلع مصار ناحية الغلو مثلا زي ما ظاهر الدعش